بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأشرفان الأنوران الأعطران الأزهران على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى آله وأصحابه وتابعيه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولايا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله بي اللهم أمين أما بعد مشاهدي الكرام سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته أهلا بحضراتكم معنا أسأل الله جل وعلا أن يخلقنا بخلق رسول الله وأن يؤدبنا بأدبه اللهم آمين اتكلمت مع حضراتكم في الحلقة اللي فاتت عن الاستقامة وقلت بأن العلماء قالوا الاستقامة خير وأحب إلى الله من ألف كرامة أن انت تمشي مستقيم وربنا يهديك للطريق القويم الذي لع وجاج فيه وأن لطروغ روغان الثعالب فهذه كرامة أكرمك الله بها فحافظ عليها وقلت إن الاستقامة لها أهمية إن أنا بحقق بها العبودية لله التي خلقني من أجلها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون وإن أنا باتبع هدي سدن النبي فاستقم كما أمرت ومن تاب معك وربنا يقوله في القرآن فلذلك فادعوا واستقم وأيضا سدن النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله بقوله قل آمنت بالله ثم استقم لما تيجي آية فيها أمر للنبي في القرآن يبقى الأمر للنبي على سبيل الخصوص ولأمته على سبيل العموم طيب إيه الأسباب التي تعين على الاستقامة إزاي أنا وإنت وإنت وكلنا نبقى من أهل الاستقامة أول حاجة الإخلاص في العمل لله ويمكن أنا لسه من أسبوعين كنت بتكلم عن الإخلاص والإخلاص سر من أسرار الله يودعه الله جل وعلا في قلب من شاء من عباده متى علم الله من عبده الإخلاص فتح له قلوب الناس لو أنت عندك إخلاص في العمل هتبقى من أهل الاستقامة ما هو خدوها كده قعدة إخلاص في العبادة هيودك للاستقامة الاستقامة هتوصلك لإيه لحسن الخاتمة قل لنا بندعى ربنا يقول يا رب أحسن ختامنا يا رب أحسن ختامنا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة هيثبتك إمتى لو أنت مستقيم لو أنت ماشي على الضرب الصحيح القويم لو أنت ماشي على هدي النبي صلى الله عليه وسلم هيذكرك بالشهادة عند الموت هيجيلك ملك الموت هتبقى متطمن بش خايف هتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله هتقوم للسؤال في القبر هتبقى متطمن ويمكن دي من ثمرات الاستقامة هتكلم عنها بعد كده يبقى أول سبب من الأسباب المعينة على الاستقامة الإخلاص إخلاص في القول في العمل في العبادة في كل شيء أخلص لله يكفيك من العمل القليل وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء وَتَقْوَاه إنك ترائب ربنا أُعْبُدِ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاه فإن لم تكن تراه فإنه سبحانه وتعالى يراك في الخلوة وفي الجلوة الجلوة يعني مع الناس خارج البيت في الخلوة وإنت لوحدك وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني الله يراك ويعلم مكانك سبحانه وتعالى يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين ربنا يجعلنا من أهل الاستقامة اللهم أمين أروح فاصل وأرجع لحضرتكم كمّل الأسباب خليكم معانا وصلوا على الحبيب